يخد فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي مواجهة قوية في الثامنة من مساء اليوم أمام نظيره اتحاد جد السعودي في إطار منافسات ربع نهائي كاس العالم للأندية التي تقام في السعودية وتعد المواجهة هي الثانية بين الفريقين في إطار مونديال الأندية بعد المباراة الأولى في نسخة عام 2005 ويأمل النادي الأهلي في تحقيق الفوز للتأهل لمقلاقة فلومينسي البرازيلي في الدوري نصف النهائي يترقب عشاق كرة القدم في مصر تجهين النادي الأهلي مشاركته في فعاليات بطولة كاس العالم للأندية 2023 بالمملكة العربية السعودية والتي انطلقت بفوز اتحاد جد السعودي في مواجهته ضد أوكلاند سيتي أن يوزلندي ليصعد لملاقات المارد الأحمر بطل دوري أبطال أفريقيا وتشهد مباراة الدور الثاني للبطولة مواجهة كلاسيكية مصرية سعودية على ملعب الجوهرة بين النادي الأهلي واتحاد جد السعودي في تكرار لمواجهة الفريقين بنسخة مونديال الأندية لعام 2005 التي انتهت بفوز الاتحاد بهدف دون رد ويعاول المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر المدير الفني للكتيبة الحمراء على خدمة كوكبة من أبرز اللاعبين داخل القارة السمراء ويأتي في مقدمتهم حسين الشحات والنجم التونسي علي معلول والجنوب أفريقي بيرسي تاو وغيرهم من اللاعبين المحليين المتميزين ويأمل الفريق الأحمر وجماهيره التي ستحضر بكثافة لقاء اتحاد جدة يأمل في تحقيق الفوز على فريق السعودي لملاقات فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية في الدور نصف النهائي النادي الأهلي بطل أفريقيا يتطلع إلى تسجيل أرقام قياسية جديدة في مونديال الأندية إذ يشارك في البطولة للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي بعد نسخ البطولة الثلاث الماضية في كل من قطر والإمارات والمغرب على الترتيب كما يعد فريق النادي الأهلي الفريق الأكثر خوضا للمباريات في البطولة برصيد 22 مباراة حتى النسخة الماضية في الوقت الذي يتطلع فيه إلى تحقيق مركز أفضل من المركز الثالث الذي حققه في النسخ الثلاث السابقة ترجمة نانسي قنقر